السلام عليكم طلاب وطالبات الصف العاشر سوف نقوم اليوم بشرح درس جديد عن الممنوع من الصرف في كتاب القواعد أرجو التركيز لازم أول إش نتعرف معنا الممنوع من الصرف أول مرة بيمر علينا هذا اللفظ ممنوع من الصرف ماذا نعني بممنوع من الصرف الممنوع من الصرف هو اسم لا يقبل التنوين بعكس الاسم المنصرف الذي يقبل التنوين وسمي التنوين صرفا لأن له رنة كرنة الدراهم عند الصيارفة إذن الممنوع من الصرف ما بيقبل التنوين شو التنوين ضام مفاتح وكسر طيب وعلى مجر جريه الفتحة عوضا عن الكسرة في عنده كمان مشكلة مش إنه بس ما بيقبل تنوين كمان علامة جر وفتحة عوضا عن الكسرة إنه ما بأخذ الكسرة بأخذ الفتحة فقط يعني عنا مسألتين في الممنوع من الصرف لا يقبل تنوين ولا يقبل الكسر تمام؟ أمثلة على الممنوع من الصرف أحمد، زينب، مساجد، مصابح، عرفات هذا النوع من الأسماء لا يقبل التنوين أمثلة على الإسم المنصرف محمد طائر بيته إعراب الممنوع من الصرف قاعدة القاعدة الذهبية بتحكي يرفع الإسم الممنوع من الصرف بالضمة جاء أحمد وينصب بالفتحة رأيت أحمد ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة مررت بأحمد إذن ما عنده مشكلة في الضم ولا بالفتح عادي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ولكن يجر أيضا بالفتحة ولا يجر بالكسرة كباقي الأسماء بمعنى لا تقول جاء أحمد تنوين لا يجوز هكذا لأنه اسم ممنوع من الصرف للعلل التي سنذكرها الآن شو هي العلل شو أسباب متى يمنع الاسم من الصرف يمنع الاسم من الصرف إذا دخلته إلى التسعة أول واحدة الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة ألف التأنيث الممدودة مثل أصدقاء أشياء أسماء إذن إذا مرع علينا هدو الأسماء اللي بتنتهي بألف وهمزة اللي هي ألف الممدودة هيك بتكون مد اللي هي هاي أصدقاء أشياء أسماء هاي الألف بس تمر علينا منعرف إنه هذا الاسم ما له ممنوع من الصرف ألف التأنيث المقصورة مثل سلمة حبلة مرضى تنتهي بألف مقصورة هاي كمان ممنوعة من الصرف تنين صيغة منتهى الجمع هي كل جمع كان على وزن مفاعل أو مفاعيل ويكون أيضا على صيغة فوائل أو فوائيل يقول سبحانه وتعالى وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَهَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَيَاطِينَ استخرج من الآية الكريمة اسما ممنوعا من الصرف الجواب بمصابيحة أحسنت لكن لاحظ أن الباء حرف جر وبالتالي يجب أن يكون الاسم مجرورا بالكسرة فلماذا لم يكن مصابيح بالكسر؟ لأنه الإجابة ممنوع من الصرف وما المانع له لأنه على وزن مفاعل مصابيح مفاعل هذا الوزن لا إلها وقلنا هذه صيغة منتهى الجموع وبالتالي يعرب الاسم مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة إذن يجر بماذا؟ بالفتحة وليس بالكسرة أشان تركز لما يجي بالنهائي دائرة كسرة أو فتحة طبعا إحنا قلنا ممنوع من الصرف يجر بالفتحة تمام؟ يقول سبحانه وتعالى ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا صدق الله العظيم الآن دوركم استخرجوا الاسم المنصرف طبعا الاسم المنصرف لما أجي أطلع على الآية هو صوامع ومساجد لماذا؟ لأنه صيغة منتهى الجنوة صوامع بتكون على وزن فواعل تمام؟ ومساجد على وزن مفاعل تمام؟ بالمقابل انتبه للأسماء بيع وصلوات هذه أسماء تنصرف أي تقبل التنوين واضح؟ لماذا؟ لأن صلوات ألف ولم ينتهي بأكثر من حرف بعد الألف يعني فقط في حرف واحد عندما ينتهي بألف وبعده حرفان نقول أنه صيغة منتهى الجنوة أما إذا انتهى بحرف لم تكن صيغة منتهى الجنوة الممنوع من الصرف لعلتين في عندنا العلم وذلك في المواضع الآتي إذا كان مؤنثا بالتا لفظا قطادة قطادة طلحة حمزة معاوية هذه أسماء أعلام لرجال لكنها مؤنثة بتا لفظا يعني باللفز طلحة فيتا مربوطة وتا المربوطة هي تا تأنيث مربوطة تمام؟ أي ننطقها وبالتالي هي أسماء ممنوعة من الصرف أي لا تقبل التنوين والسبب المانع هو التأنيث اللفظي يعني أي شي بيدل على تأنيث سواء أكان بالكتابة أو بالحقيقة إنه هذا الاسم لبنت شو نعمل؟ نحكي عنه ممنوع من الصرف إذا كان مؤنثا بالمعنى زينب مريم سعاد هذه أسماء إناث لكنها غير مختومة بتا المؤنثة وبالتالي هي ممنوعة من الصرف بسبب التأنيث المعنوي يعني زينب واضح أنها أنثى وليست رجلا فهمتم؟ إذن هي أنثى بما أنها دلت على إناث أنه أنا أبطلق هذا الاسم لأنثى معناته هي بتكون ممنوعة من الصرف ماذا تقول في حفصة وعائشة وميمونة؟ السؤال رائع عرفنا عائشة أنها أنثى كما أنها رأينا أنها ختمت بتا مؤنثة بتا مربوطة مؤنثة وبالتالي هي ممنوعة من الصرف بسبب التأنيث اللفظي والمعنوي هي بالمعنى إنها هي لإناث لبنت أنا أعدي بنادي ببنت عائشة وكمان باللفظ إنها منتهية بتا مربوطة إذن هاي ممنوعة من الصرف إذا كان العلم أعجميا زائدا عن ثلاثة أحرف على ثلاثة أحرف نحط تحتيها ألف خط ليش؟ لأنه إذا كان الاسم غير عربي ومن ثلاث حروف مثلا جون الجو وين من ثلاث حروف هذا عادي يصرف ما بنحكي عنه ممنوع من الصرف أما إذا كان أكثر من ثلاث حروف مثلا لما نيجي نحكي سيليا طيب هذا اسم أجنبي وأكثر من ثلاث حروف معناته هذا ممنوع من الصرف فهمتوا الفكرة؟ يعني لما يكون أسماء أصلها غير عربي مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هاي الأسماء مش عربية وكمان مش من ثلاث حروف تمام؟ تذكر كلها أسماء لا تقبل التنوين إذن هي ممنوعة من ماذا؟ من الصرف طيب ماذا نقول في محمد صالح شعيب؟ تقبل التنوين أم لا؟ تقبل التنوين لماذا؟ لأنها أسماء عربية وليست أعجمية أعجمية يعني أجنبية ماذا عن هود ونوح ولوت؟ من ثلاث حروف بما أنها من ثلاث حروف بنفي القاعدة لأن حكيتها قبل لأنها أعجمية وبحكي هي أسماء أعجمية لكن على ثلاث حروف فقط وليست زائدة عليها شيء قلنا في القاعدة فوق أنه إذا كان العلم أعجمي زائد على ثلاث حروف أما إذا كان ثلاث حروف فعادي بعربه طبيعي بالضمة والفتحة والكسرة تمام؟ وبالتالي هذه الأسماء تقبل التنوين إذا كان مركبا تركيبا مزجيا نشوف التركيب المزجي يعني الأسماء المركبة يعني اسمين باسم واحد مثلا المجدولين هدولة اسمين باسم واحد عبد شمس باج بنادي واحد اسمه عبد شمس هو هيك اسمه عبد الرحمن اسم واحد هاي الأسماء المركبة تركيب مزجي أي نأتي بكلمة مكونة من كلمتين حضر وموت مكونة من كلمتين حضر وموت وذلك بعلبك هذه أسماء منونة ممنوعة من الصرف بسبب التركيب المزجي لأنها عبارة عن كلمتين لكبناهما بعض ونتجنا اسم تمام إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين مثال سلمان سليمان عثمان عمريان لاحظ أن الأسماء المختومة بألف ونون زائدتين أصلهما سليمان من سلمة وعمريان من عمر وعليه فإنه فهما ممنوعان من الصرف زيادة الألف ونون لما يكون اسم آخرته ألف ونون على طول بحكي ممنوع من الصرف باجي بأعطيك خيارات عثمان محمد ولائد وعلي مثلا أعطيتك خيارات شو هو الاسم الممنوع من الصرف بينهم شو بتحكي طبعا عثمان تمام إذا كان على وزن الفعل أحمد يزيد فلا نقول مررت بيزيدي بل نقول مررت بيزيدة لأنه مفعول ممنوع من الصرف بسبب وزن الفعل لأنها هاد فعل زادة يزيد حمد أحمد يحمد تمام أنا أحمد وهو يحمد فهي أفعال على أساس إنها أفعال مش على أساس إنها أسماء إحنا خليناها تصير إسم تمام فبتكون ممنوعة من الصرف إذا كان معدولا به عن صيغته الأصلية مع بقاء معناه الأصلي لا تعقد الأمر في هذه المسألة لكن أقول لكم احفظوا هذه الأسماء الثلاثة المعدولة في عنا ثلاثة أسماء ثلاثة معدولة مشهورة احفظوها أو بس عشان ما نعقد الأمور عمر معدولة عن عامر تمام أمس معدولة عن الأمس سحر معدولة عن السحر وقت من اليوم إذن عامر وسحر وفي عنا وعنا أمس هدولة الثلاثة ممنوعات من الصرف بس هدولة الثلاثة المشهودات اللي ممكن أنت تصادفك بحياتك ثانيا الصفة وذلك في المواضع التالية إذا كانت مختومة بألف ونون زائدة يعني الممنوع من الصرف الألف والنون دائما ترد في هذا الموضوع مثل غضبان وسكران وعطشان هي عبارة عن صفات صفات مشبهة انتهت بألف ونون نحكي عنها ممنوع من الصرف يعني أنها لا تقبل التنوين ولا تقبل الكسر بعيدها مرة ثانية إذا كانت على وزن الفعل مثل أعرج أفضل أخضر تمام يعني أوليتها همزة زي أحمد زي هيك بحكي عنها ممنوع من الصرف إذا كانت معدولة عن وزن آخر وذلك مشهورة كمان كلمات مشهورة مثلها وسرات ورباع كمان هاي بحكي عنها ممنوع من الصرف تمام لهاني منكتفي منكمل يوم الأحد بشكر لكم حسن الاستماع وبتمنى تحلوا تدريب واحد واثنان وشكرا ترجمة نانسي قنقر